السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل أخ تنقل بين الأوراد يبحث عن خلاصه فلزم لربما الحوقل أو الصلاة على رسول الله أو حفظ كتاب الله أو قيام الليل أو صيام 52 أو سمي ما تشاء ثم لم يجد ضلته بما يعني أخذ من باب الأوراد أسأل الله أن يغير واقعه فكل لكل هؤلاء كل إن لم تكن عشت الاستغفار فأنا أنصحك بالاستغفار فأنا تقلب بكل ما تقول نعم كل هذا الذي سميت لك أنا تقلب به لكن عندما لزمت الاستغفار واللزوم الشيء لزوم الاستغفار عدم تركه يعني أنت تبقى مع الاستغفار في كل الأوقات عندما تنتهي من الصلاة ترجع إلى الاستغفار عندما تقرأ في كتاب الله وتنتهي من قراءة تعود إلى الاستغفار وعندما مثلا عندك ورد من الصلاة على رسول الله دمت أنت تعود إلى الاستغفار بعد كل عبادة أنت لازم للاستغفار من لازم الاستغفار جعل الله لهم من كل ضيق مخرجة ومن كل هم من فرجة ورزقهم من عيد لا يحتسب فكل أخ أو أخت تنقل بين الأوراد يبحث عن خلاصه يبحث عن قضاء دينه عن شفاء أمراضه عن ضالته يبحث عن الحياة الطيب الكريم لكنه يظن إنه تحت البلاء يظن إنه عليه أن يصبر ويصبر إلى إلى بلا نهاية أنا أدعوك أخي أن تعيش في الاستغفار أدعوك لأن تأخذ الاستغفار محمل الجد وأن تعيش مع الاستغفار بأعداد كبيرة نحن لازمناها يعني أقل ما نفعله إن شاء الله كما فعل سناب هريرة كان يقول إني أستغفر الله في اليوم 12 ألف مرة على قدر الدية نعم فإن طبقت هذا طبعا إلى 30 ألف استغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله صوت بدون صوت لسان وشفتين نتوب من الدنوب ونبدأ بالاستغفار ورحلة الاستغفار وسترى الفرج وسترى العجب وستنقلب الموازين في كل منح حياتك إنه الاستغفار مفتاح كل باب أغلق عليك أليس كل شيء فيه سعادة ورزق ماذا يقول مولا عز وجل أو ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يرصيبه نعم والله جل فيما لا يوعد المستغفر يعني لا يعذبه وما كان الله معذبهم ومستغفرهم كل شيء بضيقك هو من العذاب ووعد المستغفر في حياتي بكريمي ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وعد المستغفر بمدد من العطاء الغير منقطع فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بعموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بالاستغفار الوعود التي وعد الله جل فيه في الاستغفار تفوق كل الوعود بكل شيء توبوا إلا الله يلزموا الاستغفار وجربوا يا أخي نعم جرب عيش جربت كل شيء لا تبحث عنها خلاصك لكن أكثر ما لازم الاستغفار يعني فيه كل الوقت كل الوقت أنا أستغفر الله هكذا ليس حاج للصوت وانت تشتغل وانت جالس مع الأهل وانت في خلواتك يعني بين الفجر والشرو بين المغرب والعشاء في الليلي في النهار أتمامت أورادك تريد إلزم الاستغفار نحن موضوعنا ليس تعداد أوراد من الاستغفار ستعرف الله إلزم الاستغفار وسترى حجب لا تستعجل سترى الفرج وكيف الأمور بدأت تتغير معك وهذا الدل الذي نعيشه إن كثرنا والله سيغير الله هذا الحال الذي نحن فيه لأنه سببه الدنوب وقلة حيائنا مع الله نتوب معا وسيغير الله أحوالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلزم الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أكثر أكثر أبحر قلت لك فإذا كان أبو هرير رضوان الله عليه يستغفر 12 ألف مرة ويقول على قدر ديتي فما بالنا نحن لا نتجاوز 12 ألف مرة إلى 30 ألف إلى أكثر من ذلك إنه هين توبة لمن وجد في صحفته استغفار كثيرا يوم القيامة والذاكرين الله كثيرا والمستغفرين بالأسعار نعم ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا وهي رزقه من حيث لا يحتسب شو بدك أكثر منيك ألزم الاستغفار وعيش مع الاستغفار كما تعيش مع الصلاة وسترى عجب 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 والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته